هذا فيما يخص أحمد كعكي أنت شايف كانت في مزايدات أم لا في مزايدات في الصفقة كانت؟ ما أعتقد صراحة كانت في مزايدات أبدا 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 الاتحاد وإدارة الاتحاد أعتقد أنهم كانوا ردود من اللاعب ووكيلة كانت واضحة بالنسبة لهم مع ذلك كانوا يصرون مع ترويج الأخبار في السوشيال ميديا بأن اللاعبي بالاتحاد اللاعب وقال الاتحاد اللاعب اللاعب هذا كله صراحة نشوف في لعب على الجماهير في استقلال العواطف ومشاعرهم وحبهم وناديهم الإدارات الأندية مفروضة تكون واضحة وصريحة مع الجماهير إذا التبي اللاعب وشعرت من البداية أنه في مزايدات أطلعت تتكلمت أطلعت الإدارة الأندية التي تحت تتكلمت أطلعت تتكلمت متى بعدما انسحبت خلاص لا انسحبت انسحبت وطلعت تتكلمت النصر ما وقع معه إلا اليوم علي يعني لو النصر مخلص من زمان كان وقع من زمان طيب لعب في البرازيل وين يوقع معه نحن رأينا أكثر من اللاعب وقعه في بلاده أو صورة تطلع هناك صحيح بس النصر وقع معه في مرسول بارك لأن التعاقدات الجديدة لا بد تكون في الملعب الجميل ممتاز ممكن يوقع من هناك وتطلع على صورة من هناك وموقع وبعدين يوقع في مرسول بارك يتم الإعلان في مرسول بارك هذا هو الإعلان في مرسول بارك اللاعب جاهز وصل خلص أموره في جدة معائلته وصل للرياض وعلى طول إلى مرسول بارك يعني قصدك أن النصر ما دخل في مزايدة على اللاعب أبدا نهائيا بس هو وكيل أعمال اللاعب هو اللي قاعد ييه ولا وكيل أعمال اللاعب أنا ما أشوف أنت دافع حتى عن وكيل أعمال اللاعب أنا ما أدافع أنت تدعي عن وكيل أعمال اللاعب أن زايد ولا لا أي أنا أعرف أنا عندي معلومات تأكد وش معلومة اللي عندك تأكد أن وكيل اللاعب ما زايد أبدا على أن سلمه وكانت رغبته واختياره وكلمتها واضحة وصريحة لنادي النصر